انت حكايتك كبيرة ليه؟ ليه بقى عشان دلوقتي في 2 مليون و 400 اه 25 2 مليون و 425 كم؟ 2 مليون و 425 25 عند دفع انا قصص حكيم الزمالك ليه فلوس هيجابها انا اقول جديد 2 مليون و 425 عند دفع انا قصص حكيم الفوجة هتسدد ازاي؟ طيب الزمالك في الاول انت عارف ان هو دفع في يناير اللي فات مبلغ كبير جدا لسبورتنج لشبونة وسدد القضايا زي ما الامور دي حصلت في يناير هيحصل برضو في الانتقالات الصيف ان الزمالك هتلاقيه بيسدد الغرامة ومنتقى لدوء وفي نفس الوقت بيعمل صفقات والامور هتمشي زي الفولد حلو يعني انت الوقت بتقول لي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم انسوا موضوع ايقافي القيد دوت كده كده الزمالك هيرفع ايقافي القيد بس انا هزود نقطة لان انا كنت اتفرجت او تبعت او سيد احمد سالم معاك في موضوع الجدولة خالب بطيب مش هيجدول انا هنا قبل كده قلتلك لو تفتكر في سبورتنج لشبونة وكان جامل اللي موجود فان الزمالك كان بيتقاله وقتها ان سبورتنج لشبونة الزمالك بتفاوض معاها الجدول قلتلك سبورتنج لشبونة مش هيجدول المواضية صعبة انا من دلوقتي هوا بقولك ان خالب بطيب او المحامي بتاعه مهما كانت حجم المفوضات اللي بتحصل معاهم مش هيوفق عالجدول مش هيجدول الموضوع منتهي تماما بالنسبة لهم فانت ما فوت تدفعل اتنين اتنين فاصل وقت مليون اتنين ربعمية خد بالك الغرمة كانت اتنين فاصل تسعة وبقت مليون وتسعة وبعد كده بالفواد بقت اتنين ربعمية اه غير قلتلك الحلقة اللي فاتت قضية باتشيكو قضية فرجان يساسي باتشيكو ممكن تجي يعني وصيف شغال لا ده وصف احمد سابق علي ده بكرة ممكن اه بكرة تلاتين النهاردة خلاص يعني زمالك هيطلوب حيثياتكريمه ونفس المواضيع بتحصل في كل القضايا فممكن على الصف تبقى ما هيجي بكرة ايقاف قيد مثلا او بعد او اسبوع اللي بعد زمالك هيعمل اجراء كده كده زمالك واخد الهقاف واول ما يدفع القيد بيتحل فباتشيكو انا سؤالي صعب دلوقتي من اين للزمالك هذه كل هذه الاموال اللي يقدر يسادل بها كل هذه الديون اللي مش طبعية سواء في ينايه اللي فات الواجل ده قبل كده قال انه هو بيعمل على قلب رجل واحد من اجل مصلحة نادي الزمالك هم ما بيحبوش فصوحه عن الاسماء اللي بتساعد معاهم او عملية توفير الموارد اللي بتحصل بشكل مستمر سواء من داخل النادي او من محبين النادي اللي هم في الاول في اخر متفقين ان من الصالح العامل النادي ان يحصل تجميع وقلتلك قبل كده في قبل يناير ان في ناس ومنهم الكابتن حزيم امام ومنهم اكتر من اسم زمالكاوي ساهموا في خروج الزمالك من ازامته المالية فانا بأكدلك ان نفس الكلام ما يحصل بس اللي عايز دفورك بقى ان الزمالك بيدور على الفلوس زي ما هو عليه فلوس هو لي بتاعة 350 الف دولار بيدور دلوقتي ان يجيبهم القضايا تسيبك كده كده ايه؟ الزمالك في مفاجأة ان هو طالب حمد النجاز ب150 الف دولار فقضية شغلة دلوقتي الاقرب لها ان الحكم الصالح الزمالك الزمالك طالب جلت سراية توركي ب200 الف دولار فلوس مصطفى محمد ومن المتوقع توصل بالاضافة الى المكافئات بطولة الكونفدرالية سواء السعود لناء او لو ربنا كرم الزمالك ان شاء الله يعني بلقب البطولة فكل ده هيروح في نفس في نفس الاطار حافية انت تشتغل وتتعى وتجيب بطولات وانجازات في خالب بطيب بعد هات الفلوس بعد كلها انا عايز اقولك على حاجة عقد خالب بطيب مليون يورو وكان بقيله في العقد ثلاث سنين فالثلاثة مليون يورو او مليون تسعمائة بعد كده الفوائد فالزمالك كمان ده لو لسه يعني الموضوع فرجاني وباتشيكو هيجمع مجموع الغرامات مثلا اربع مليون دولار بيفتح عليك ميش